إن للرجل الصالح مكانة في الدين هو الذي ينبغي أن يؤيد وينبغي أن يصنع وأن يهيأ لأن وجود الصالحين رحمة للأمة ووجود المصلحين رحمة للأمة فإن المصلحين لا يقومون بواجب دينهم وواجب ربهم فقط بل هم يدفعون الأمة عن غضب ربهم يحمونها من التيه والضياع والهوان قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العامة بذنب خاصة حتى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحينئذ يأخذ عامتهم بذنب خاصتهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليسه وقد مر رجل ما تقول في هذا قال هذا رجل من أشراف الناس حري إذا خطب أن يزوج وإذا شفع أن يشفع وإذا قيل أن يسمع له ثم مكث فمر رجل آخر قال ما تقول في هذا قال هذا من فقراء المسلمين حري إن نكح أن لا يزوج إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع لا تقضى له حاجة إذا شفع في غيره لا يشفع وإن قال أن لا يسمع له فقال صلى الله عليه وسلم ملء الأرض من هذا أي الأول أو إن هذا أي ثاني خير من ملء الأرض من هذا أي من الأول رجل واحد خير من ملء الدنيا من ذلك الرجل الآخر لأن العبرة بالصلاح بالدين بالتقوى العبرة بما تحت الثياذ العبرة بمحل نظر الله تعالى العبرة بالقلوب والأعمال يقول العلماء إن كل جنس من الأنجناس مهما كان جيدا ثمينا فله ما يساويه من جنسه من الردي حصان جيد أدهم صلب متين يساوي مئات الآلاف من الدراهم عشرة حصن رديئة عشرون من الحصن الرديئة تساوي قيمته وهكذا السيارات سيارة فخمة عالية الثمن باهظة الثمن تساوي ثمنها ستون سيارة رديئة أو عشرون أو تلاتون وهكذا في المفروشات والملبوسات والمسكونات إلا ابن آدم رجل واحد صالح لا يساويه ألف رجل من الأردياء هذا خير من ملء الأرض من هذا ومع ذلك تسمع الأفاكين يقولون ما نفعل بعلم العلماء ما نفعل بوعظ الخطباء نقول نحن وما نفعل بصنع الصانعين واختراع المخترعين بل ما يفعل الله بذلك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون هكذا قال في الكفار الذين ليست فيهم روح الإيمان ولا آيات القرآن ولا واعظ الله ما يصنع الله بأبراج جاكارتا ودبي ونيويورك كعلها عند الله مبنية على جناح بعوضة لا يلقي الله بالة إلا للصالحين فكونوهم واجعلوا أبناءكم منهم قال صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حثالة من الناس أو نخالة من الناس لا يلقي الله لهم بالة وعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق ما يصنع الله بكل ذلك إن الإنسان بدون وحي القرآن وبدون نفخته الربانية طين وتراب وحماء مسنون وصلصال بل حجارة لا يكون إنسانا حتى تنفخ فيه روح القرآن وحتى يذكر الله إن الكفرة أموات غير أحياء قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أموات غير أحياء وإن تعالوا في البنيان وشيدوا واخترعوا وبنوا لا يلقي الله لهم بالة رب رجل أشعث أخبر لو أقسم على الله أن ينزل مطرا لأنزله في التو واللحظة أيها الناس إنما العبرة بالصلاح فأعينوا عليه إن حب الوطن حق الحب وحفظه من غضب الله هو السير به في ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى هو الذي حدد معالم الإصلاح ومعالم الإفساد والله يعلم المفسد من المصلح فاضربوا على آذانكم بالحق واحذروا هيشات الإعلام الفاسد والمدعين الفسدة لا يفرقون بينكم وبين علمائكم وبين كتابكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك إلا الضياع فماذا بعد الحق إلا الضلال إنتاج المسلم الأمازيغي لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر